إنه النفق الذي كشف الجيش الإسرائيلي نقاب عنه لاحد وصفه بأنه نفق إرهاب فلسطيني يصل إلى الأرض الفلسطينية من قطاع غزة بعمق 15 مترا وطول كيلومترا ونصف الكيلومترا وكانت إسرائيل قالت إن جيشها اكتشف الخمس الماضي نفقا مفخخا تم حفره من خان يونس بقطاع غزة باتجاه إسرائيل غراض ارتكاب عمليات إرهابية وحملت حركة حمس التي تتولى السلطة في غزة مسؤولية خفر النفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنيه أثنى على جيشه لاكتشافه النفق وقال في مسل اجتماع حكومته لحد إن الجهود العسكرية المختلفة جعلت العام الأخير أكثر أعوام هدوءا منذ أكثر من عقد وإثر اكتشاف النفق أعلنت إسرائيل وقف نقل مواد البناء إلى القطاع حتى إشعار آخر وذلك بعد شهر من السنة في نقل مواد البناء للقطاع بعد حظر الست سنوات وكانت حركة حمسة الفلسطينية قد حفرت العديد من الأنفاق المؤدية لمصر في الماضي إلا أن الجيش المصري استطاع أن يدمر ما يقرب من 95% من الأنفاق الموجودة في شبه جزيرة سيناء اشتركوا في القناة